برج الأسد أول حاجة طاقتك هنا بتقولها لك بتقولك إن إن شاء الله في عندك هنا إيه حظ كده هيجي لك فجأة تمام؟ أنا بسبق لك بأحلى حاجة موجودة في طاقتك حاجة كده إن شاء الله هتفرح بيها هتسعد بيها وحتتبسط بيها ممكن باب سفر يتفتح لك فجأة ممكن حب كده يجي لك فجأة فيه ساعة كده هتغمر قلبك فقول يا رب شايفك ما شاء الله مبتسم كده وسعيد فطاقتك هنا بتقولك ممكن توصل لشيء معين بسهولة بيوصلت تغمض عين كده وتفتحها تلاقيك وصلت من غير مجهود ومن غير أي حاجة ففيه هنا إيه سعادة سعادة الأطفال بقى تعرف الطفل اللي لما بيسعد إيه وما فيش حاجة توازي السعادة دي أهو كده فقول يا رب حاجة حلوة جميلة ما شاء الله كمان إيه يا برج الأسد برج الأسد تقطك هنا كمان بتقولك إن النجاح ده مش حاجة إحنا بنوصل لها لأ النجاح ده طريق لازم ده طريق حياة تمام؟ إنما مش أنا عايز أوصل للنجاح ده وخلاص انتهينا ما أنت لما حتوصل وخلاص انتهينا حترجع لنقطة الصفر مرة تانية لأن اللي هو بعدك وبعدك وبعدك هيعدك وحيسبقك مش حتفضل اسمك ناجح التقه هنا بتقولك نجاحك إن النجاح هو إيه طريق حياتك إنك توصل لأهدافك إنك تنجح في كل شيء النجاح ده لازم إيه يكون صفة من معصفاتك تمام؟ مش حاجة توصل لها وخلاص شايفة في عندك هنا أخبار حلوة شايفة في هنا عندك أخبار تفرحك أو حتبقى على طول بتسمع بشاير كده حاجات تخصك وتخص حتى محيطك وإيه حتتشحن منه الطاقة إيجابية ممكن أصحابك كل واحد عنده حاجات حلوة فتسمع فتستبشي الخير وتستبشي الخير فبعد كده تجزي بالشئ ده لنفسك فكأن الطاقتك هنا بتقولك خلي محيطك إيجابي خليك بس إيه مع الناس الإيجابيين السعيدين لإنك حتتشحن بتاقتهم وحتجزب نفسي الحاجات إن شاء الله ليك إنما لو كنت في مقحيط سلبي الكل بيعايت بقى وبينضي بحظه والناس إيه بتحب التشتيكي وكده الشكوى يعني ألز ما عندها كده أنت بتجر نفسك لسكة غلط وبتجيب لنفسك زبزبات غلط برج الأسد يا برج الأسد إيه كمان طاقتك هنا بتقوله لك نتكلم بقى عاطفيا عاطفيا شايفة في حب هنا وشايفة فيه كمان ألم فيه كمان وجع أنا شايفة فيه هنا إيه كأن الطاقة هنا بتقولك مش الكل هنا يظلم الشخص اللي هو معاه حتى إيه لو انتم متفرقين ليه بقولك الكلام ده أنا شايفة كتير منكم هنا تعرضتم لسحر التفريق يا برج الأسد يعني الشخص ده بيحبك زي ما بتحبه بيحبك بس بقى الله يسامحهم فيه ناس هنا فرقت ما بينكم ممكن الشخص ده حتى يكون يكون ايه تكون يعني ايه والدته تمام حد من عائلته أخته كبيرة أو أخته الزغيرة حتى أو ايه لو هو كان متزوج قبل كده سواء مطلق او ايه لسه علاقته مفتوحة ففي حاجة هنا فيه تفريق هنا التقى هنا بتقولك ان فيه حاجات مخفية عنك يا برج الأسد انت لسه ما بتعرفهاش في الوجهة فيه حبيبك ده أو شريكك ده اللي الظلمك اللي خدعك اللي خانك بس ايه فيه حاجات مستخبية انت ما تعرفهاش فكأين التقى بتقولك اي حد اتقت سحر فرقتكم فالشخص اللي انت معاه في العلاقة كمان معزول مظلوم زيك لانه حتى لو اخد قرار الفراء والبعد عنك اخده تحت تأثير التقى السلبية دي اخده تحت الضغط التقى السلبية دي لو لا ان فيه تقى السلبية كده ما كانش الشخص ده فرقك لان الشخص ده هنا بيحبك انا شايفة فيه حب هنا التقى هنا بتقولك ايه طال الوقت امقصر ان شاء الله التقى دي حتنتهي التقى دي انا شايفة مدتها التقى السلبية دي تعملتلك مدتها سنة تمام فلو انتم بقى يعني ما عرفش انا شايفة كتير منكم هنا ممكن سبع شهور ثمان شهور بعدكم عشر شهور خلاص قربتم تقفلوا سنة والتقى دي خلاص بتقلوا هتلاقوا ايه ان فيه ممكن خطوات او خطوة من الشخص ده او بيتقرب او بيحوم حواليك او ابتدى يظهر في محيطك بس ايه خد بالك طاقتك بتقولك لو التقى السلبية دي تعرضت لها من والدته او من حد قريب منه وعايش معاه وموجود في حياته الشخص ده انا شايفه لسه موجود هنا كأنه لسه هو كمان بيرائب لسه بيرائب ورافض علاقتك به تكتمل او فلو انت انا شايفه كمان بعضكم بيسعى وبيعمل تنظيف طاقي فلو انت بتعمل ده بتتحاول تتخلص من التقى دي لانها اثرت عليك على صحتك وعلى نفسيتك حاول بعدها تعمل تحصين عشان ان شاء الله الشخص ده مايقدرش يأذيك مرة تانية وايه تحصن بالأذكار تحصن ايه بذكر الله مفيش حاجة هتحميك اكتر من كده تمام حتى ايه لو انت مش حابب تعمل تحصين تعمل اي حاجة تحصن بذكر الله ربنا اقوى من الكل واكبر من الكل برج الأسد يا برج الأسد شايفه هنا كمان ايه طاقتك هنا بتقولك مفتاح ساعتك ومفتاح بقى الرزق الوسيع والواسع والوفر وكده في ايدك يا برج الأسد تمام في ايدك انت تقدر تجزي بدل نفسك انت تقدر تصنع بدل نفسك تجيب رزق تجيب حلول تفتح أبواب لما بقى تفكر على غير عدتك لما بقى تتخلص من الأفكار اللي بتحبتك بتحطمك بتقولك لا انت ما تقدرش انت أسد يا أسد من تشعر نو فانت بقى تقدر مفيش أسد ما بيقدرش اي أسد بيقدر ايه بقى يفترس الفريسة بتاعته وانت تقدر تفترس الأهداف بتاعتك التقى هنا بتقولك كسر أصنامك كسر بقى البرمجة السلبية اللي انت تبرمجت بيها من صغرك اللي بتقولك لأ هتفشل لأ مش هتقدر لأ أو حظ أنا مليش حظ اللي بينجح واللي بيوصل اللي عندهم حظ وانا ما عنديش لأ ده كلام خايب ما تقولوش لنفسك التقى هنا بتقولك غير أفكارك وخلي عندك يقين في نفسك ويقين انت محظوظ ويغير غير اعمل برمجة جديدة لنفسك وحتلاقي الحظ ان شاء الله جاي لك شايفة فيه خير هنا شايفة فيه رزق هنا حيجي لك يا برج الأسد وحيدوم معاك كأنك ان شاء الله هتقع بقى على بير على بير غويت وحتفضل ايه على طول بتطلع منه المية اللي تكفيك وتفيد كمان فايه أنا شايفة فيه هنا عندك ممكن أفكار تجي لك تبصلك لده ممكن تلاقي حلول لوضعك المادي اللي انت فيه فربنا يفتحها عليك ان شاء الله كتير منكم ان شاء الله في خلال الشهر ده أموره المادية هتتحسن بقى لتلت أربع أضعاف تمام هتبتدي هتبتدي الانفراجات المادية لإني أنا شايفة فيه عندك رزق هنا وكمان شايفة فيه حب هنا يعني علاقتك ان شاء الله هترجع واللي إيه مفيش حدي في حياته ففيه حب جديد ان شاء الله هيخش حياتك بس اتحسن يا برج الأسد وخاف من العين لإني إيه العين عليك والناس إيه نفسها في أي حاجة عندك